الناحية الثانية بقى أستاذ يحيى الفخراني أستاذ يحيى أسيب لك أنت الكلام بقى إن حضرين متحدد بليغ لا أبدا والله يعني أنا بتكلم باللحس والله مصادق الحقيقة حالسين إن حضرتك صادق يمكن بس الواحد لما زي ما حضرتك كده لما الواحد بتاخده الجلالة بتقلب لغة عربية يعني بتاخده الجلالة أو تلاقيه ولا قد والحاجات دكتور يحيى الفخراني يعني قيمة لقاءك بيه وتعاملك معي مش أنا اللي هقول إنه ممثل عالمي يمكن هو ما بيحبش الفكرة دي هو بيحب يتقال إنه هو ممثل مصري بيعتز قوي بمصري لكن ما أجا أقول له عالمي يقول لي إيه عالمي بس إحنا بنقولها من قبيل فكرة إنه بنعتز إنه ممكن عندنا حد زي اللي بنشوفهم برا دكتور يحيى ممثل عظيم غول وتكتشفي هذه هذه الموهبة العظيمة هذا الغول العظيم على خشبة المسرح كان ليه الشرف العظيم إن أنا أكون جنب دكتور يحيى في مصرحية المالك لير دي كانت حاجة عظمة جداً يعني يعني كان شيء أكتر من رائع دكتور يحيى في المصرح أعتقد كل القامات الكبيرة اللي موجودين عندنا في الفن المصري عندهم رولز خاص جداً بالمصرح أستاذ عادل دكتور يحيى أستاذ محمد صبحي الناس العظام دول ليهم حتى أستاذ سمير غانم طبعاً ليهم طقوس وحاجات من هذا القبيل ضيفي على دوة ثقل وصعوبة أن تتعملي مصرح عالمي زي الشيكسبير التنجلير الموضوع صعب جداً 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 وأنا كنت تفرجت على دكتور يحيى وهو بيعمل هذا العمل على المصرح القومي وكنت بقى إيه قاعد يعني مش مش مصدق أن أنا بتفرج قريدي عليه وبتمنى أن أنا أقول يا رب يعني ممكن يعني في يوم الأيام كده أبقى هنا أبقى واقف جنب هذه العظمة هذا الجمال لو أقسم بالله أنا كنت بسقف قام أقوله أعد أعد يعني قول قول تاني قول المنولوج تاني أنا عايز أسمع المنولوج تاني دكتور يحيى لها قيمة كان له تعليق على حضرتك أو حاجة وجهها لحضرتك نصيحة كتير لا لا كتير أنا دايماً بحب مع الأسدزة الكبار دول أبقى زي السفنجة يعني أمطص كل الأشياء اللي ممكن أخدها عشان لو ما استفدتش بها دلوقتي أستفد بها بعد كده فدكتور يحيى في المسرح الالتزام حقيقي بكل شيء هو منضبط جداً مش بالموعيد بس بكل شيء بتضمع على الحرف بالرنة الحرف بالقطع بالحاجات تفاصيل داخلية للتكنيك بتاع الشغل يعني لك أنت تتخيلني أنا دارس وعارف وبتاع وكل وعملت اللير دي أكتر من 40-50 مرة في تفاصيلي يعني للشخصية في حياتي يعني في الشباب وحاجات كتيرة جداً إلا أن أنا جيت بعد حوالي 3 بروفات ويمكن أول مرة أقول الكلام ده يعني اعتذرت اعتذرت من كتر خوفي ومن كتر أنا مش قادر حسس أن أنا مش هعرف هواكب هذه القوة من الالتزام والحاجات الشرب قوي دي وما قدرتش اعتذرت بشكل يعني مش قادر صبعاً ما قدرتش واجه اعتذر لي ده دكتور يحي أصلاً فكان محتضن الفكرة أخويا الأستاذ المخرج الرائع مجد الهواري وقال لي طب تعالة بس تعالة تعالة اهدى بس كده وما قعدت معاه وقال لي براحة وتاع واحتواني جداً جداً واداني دفعة كويسة جداً واخويا المخرج تامر كرم مخرج المسرحية الكنج لير حصل احتواء أكتر من رائع يعني يقوله هنحاول مرة واثنين وثلاثة إلى أن ربنا كرمنا وعرضنا الملك لير وكان رد الفعل بالنسبالي في الملك لير كنت معمل دور ادموند الأمير ادموند أكتر مما كنت أتخيل في حياتي يعني من أعظم ردود الأفعال اللي جات لي اون ستيج والناس بتتكلم في الكواليس أو الناس بتجلنا في الكواليس أو بتسلم علينا أو حتى أنا أحيانا بقى رايح مثلاً صيدلية أو رايح بتاع فلاقي حد جي تفرج على الملك لير فبيقول لي انت انت فرجت عليك في الملك لير وإيه ده وحاجات من هذا القبيل يعني فكتروا دول فعال يعني برضو نرجع للجملة الأولانية تبطبط ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله إن تحسي إنه ربنا بيقول لك أنت تمام يعني امشي كده ما تحوديش ركزي بس بالراحة يعني شوفي سبحانه ربيه الأعلى يعني سبحانه ربيه